الفقرتان وهما العطلات الرسمية والمفوضية أيضاً وهما مشروع كانونين مختلف عليهم ألا تعتقد أنهما سيكونان بمثابة العصى في عجلة اختيار الرئيس؟ هذا هو سؤالي هو قد لا يكون بهذا المستوى بقدر من الموضوع قد يتجه نحو مبدأ السلة الواحدة خصوصاً أن التسويات في أغلب القوانين أو حتى عملية اختيار الرئاسات يمر من خلال مفهوم السلة الواحدة لكن مع ذلك لا يمكن أن نقفز على فرضية أساسية كان المفترض أن تكون جلسة اختيار رئيس برلمان جديد تتصدر أو هي جلسة استثنائية من وجهة نظري وبالتالي يمكن أن تكون مخصصة لهذا الموضوع لكن وضع هاتين الفقرتين أنا أتصور من أن هناك قصدية سياسية أو إرادة سياسية قد تستشرف الأجواء ما قبل الذهاب نحو الفقرة الثالثة ممكن لبعض الأطراف التي قد تستشعر من أنها لن تحصل على منصب رئيس البرلمان يمكن أن تحدث خلافات أو نوع من الصدام داخل البرلمان العراقي مثل ما شهدنا سابقا أو إن هاتين الفقرتين كجزء من الرؤية الأخرى هو أيضا ليعطاء مساحة أكبر تحت قبة البرلمان لغرض الوصول إلى توافقات قصوصا وأن حالة الانقسام لا تزال متسيدة من وجهة نظري سواء ما بين القوى السياسية السنية أو حتى ما بين القوى السياسية الشيعية والتي تلقي بظلالها هنا أتحدث عن الإطار التنسيقي تلقي بظلالها بعملية أو أنها عائقا لاختيار رئيس برلمان جديد لذلك هناك أكثر من رؤية لموضوعها وضع هاتين الفقرتين